هلو الله بجميع معكم هزيون مكتنون وحكون عبارة اكثر للينميات المحزنة حسب التصويت العالمي وهذا التصويت ما خب من تطبيق سيمجي وهذا تطبيق ياباني سهل الف مراهقة ومراهقة اكثر انمي خلوهم يبكوا وطبعا انا عن نفسي وافتخر اني ما قيد بكيت بسبب انمي صح قيد نزلت دمه بس ما تعتبر بكية لا اوه حزن يعني حزنت مع الشخصية انه اوه حرام بس طبعا عادي يعني اذا انت بكيت بسبب انمي عادي شي طبيعي يعني فيه لقطات محزنة في الينمي بشكل كبير يعني اذا انت تبعت انمي ناروتا توقع يد دمعت اكثر من خمسة مراته لستة فلان خلوني اتكلم عن اكثر للينميات المحزنة حسب التصويت العالمي وفي المركز العاشر عندنا كذبتك في ابريل قصة هذا اللينمي تتكلم عن اريما كوسي هو عازب بيانو محترف وبارع جدا يعني الولد فنان ودائم ياخذ المركز الاول في جميع المسابقات الموسيقية ولكن بعد موت امه يفقد قدرته على سماع اسفه ونتيجة لذلك يبتعد عن عالمه الموسيقى ويعتزل العسف ويبتعد عن البيانو ويصبح كل شيء من حوله مظلم وكئيب لانه امه ماتت ومصر يقدر اسمه عسفه الخاص فيه فكيد راح يكون كئيب وفي يوم من شهر ابريل على اسم الينمي كذبتك في بريل يلتقي بميازانو كاوري اللي راح تساعده لانه يرجع في عالمه الموسيقى ويجب تجهز لك 100 باكت مناديل لانك حتصيخ كثير حتدمع يعني صعب صعب ما تدمع وانت تتابع هذا الينمي اسأل مجرب ولا تسأل طبيب فالينمي جدا رهيب ولا تقول ما بتابع عشان موسيقى ما ما لا دخل فالزبدة اذا ما تبقى الدمع لا تتابع وخلاص اسحب عليه وفي المركز التاسع عندنا توكيو ماغنتوت 8.0 وقصة هذا الينمي تتكلم عن ميراي ويطالبه في مرحلة متوسطة وفي يوم من الايام تاخذ اخوه الصغير ولوي يوكي لمعرض الروبوت اللي في جزيرة اودايابا الاصطناعية ولما يوكي يروح للحمام كانت مايري تستخدم جواله وكانت اخر ملاحظة كتبتها اتمنى ان ينهار هذا العالم وفي هذه اللحظة على طول يضرب زلزاله ليابان بقوة 8.0 هرتز اتوقع اجبت الايد لا ما هي هرتز وبعده في الصراخ والضربات والبكاء اللي حصل لمايري وشقيقة يوكي التقت مايري وشقيقة يوكي امرت تدعى مايري ومن هنا يبدأ الصراع من اجل الحياة تحدي الظروف القاسية اللينمي جدا محزي انه مايري كانت تتمنى انه العالم ينهار ونهار بعد ان قالت ليه انهار العالم وقعت اتصيح كثير وتحاول انها تعيش مع اخوها وليوي يوكي خلونا انتقل للينمي اللي بعده وفي المركز الثامن عندنا فايلوتي فارغاردن وقالت هي فتاة ربيت من هي صغيرة لانها تكون اداة حرب وانها تقطيع بس اوامر قايدة وما علموه اي شي غير الحرب فاصبح زي الروبوت حرفيا يعني 100% روبوت تسوي كل شي يطلبها سيدة وقبل ما تبدأ الحرب تتعرض هي وقايد لحد تبقى في براعها وبعدها تستيقظ ويه في المستشفى بعد نهاية الحرب بمدة معينة عشان تشوف انه قايد مهم وجود فهذا قايد ودهها القايد ثاني وقايد الثاني بدي يعلمها اشياء ثانية لانه ضم الشركة وانها تشتغل زي دمية الكتابة يعني بس تكتب رسالة للزبائن وفهذا وقت تتعرف على اشياء كثيرة وتكتشف حقيقة مشاعر الناس وحقيقة مشاعره عن القايد الذي رعاها اول مرة وتمر القصة بالكثير من المناطفات الحزينة والشيقة والمواجهات التي تجعل البطلة تفهم ما حولها انه انا اكثر من اله انا مني روبوت بس انا عندي مشاعر انا عندي حسيس انا عندي مدريه فلينمي جدا محزن والرسم يا جماعة رهيب لا الرسم اسطوري وفي المركز السابع عندي انا ينمي ريزيرو قصة اللينمي تتكلم عن حياة سوبارو اللي تتغير حياته عندما يتم استدعاوي لعالم اخر ونسوى انه لما ندخل هذا العالم ما كان فاهم اي شي الولد كان مضيع القبلة حرفية وبعدها تتم مهاجمته ولكن تنقض فتاة غامضة بشعر فضي وبعدها يقرر سوبارو انه يروح معاه عشان نرد الله الجميل قلة مع انه ما عنده اي شي يعني الولد ضعيف مو عارف فالربي حاطه وبعدها سوبارو والفتاة اللي شعره فضي يموته وانه يكتشف سوبارو انه كل ما يموت كل ما يرجع للزمن هي صح قدر رهيبة لكن هذا قدر راح تخليه يعاني بشكل مبطبيع يعني انت راح تحزن عليه يعني شخصية سوبار راح يدخل باكتئاب شديد يعني ومدري حسما يستهل انه يكون في مركز السادس وصح نحزن على شخصية سوبارو بس ما في ما في مشاعر زيادة يعني في انيميات تتفوق عليه بشكل جدا كبير في مركز السادس عندنا انيمي اونو هنا وقصة هذا اليم تتكلم عن ستة اصدقاء طفولة تفرقوا بسبب مو صديقتهم اللي هي ميكو مينما وبعد سنوات طويلة تعود مينما لكن عليها تشبه وتقول لقايدهم في الطفولة ولو جنته انها عندها امنية ولازم يحققوا هذه الامنية ولكن المشكلة الكبيرة انه مينما ما تعرفي جمنياتها اساسا فاني نكبة قنته فلان لازم قنته يجيب كل اصدقائه ويرجعه مرة ثانية ولازم يقنعه منه مينما موجودة لانه غالبا اصدقوا بيقولوا يهو انت سوق امه علينا لانه من الصعب تصدق انه فيه شبح وصاحبك يشوفه يعني ما عليش ما حصدق ويقول تكذب علي انت فيبا اليمي جدا من محزن ونصح كل انه يتابه يعني هذا اليمي من جد بيخليك تبكي ممكن ليش لا لكي على نفسي لا ما خلاني يبكي خلاني ادمة يعني ما اقدر اكذب عليكم ادمة دمعة صغيرة ما تحتسب في المركز الخامس عندنا كايرون تشين تشان طبعا هنا اول ما شفت في القائمة قلت مراهقين ذول سوق وامه علينا لانه ما ليش ما تيجي هذا اليمي طفولي وقديم يعني ما فيه اي قصة في الموضوع يعني اغلبه كوميديا وموجه للاطفال اتوقع مني متكد انا بحث عن هذا اليمي وما شوف انه فيه قصة تخليك تحزن يعني وما ما فيه للاسر يعني كان بيوصل معي الموضوع انه يروح تديب ويب بس عشان يلقى حاجة محزنة في هذا اليمي ما فيه جماعة يعني كنت بحط دمع من دمعاتي بس ما فيه للاسر دخلونا انتقل لاليمي اللي بعده في المركز الرابع عندنا بوكنو يرو كاديمي طبعا بوكنو يرو كاديمي مليان بلقطات المحزنة واكتر لقطة حزنتني يعني لما كنت تتابع بوكنو يرو كاديمي واللي اللقطة اللي يدرك فيه مدوري انه ما يقدر يكون بطل وقاعد يبقى في الشاشة ويقول او بكون زي اول مايت هذي من جد تحزن يهو دمع من دمعاتي طاحت لما كنت تتابع هذه اللقطة ولقطاتها محزنة في بوكنو يرو كاديمي مليانة لكنها ما تأثر بزيادة يعني صح فيه لقطات بس ماشي مو مرة يعني اللقطة الوحيدة اللي نزع الدمع يعني دمع بس وليه لقطة مدوريا اللي قلت لكم انه وفيه بخلونا انتقل للمركز اللي بعده وفي المركز الثالث عندي أنا فيلم يورنيم طبعا فيلم يورنيم أنا عن نفسي لما كنت تتابع كنت تتابع بس عشان الرسم داخل خوي كذا بس بشوف الرسم وممشي وما كنت فاهم القصة بشكل كبير وما حس انه محزنة وانه تبادل الاجسادة اللي كان بين البطل وبطل انه حرام انه البطلة كانت تبقى تكون مكان البطل والله كانت لخبطة بالنسبة لي يا جماعة لا حد يقول لي عزام انت فاشل كتابيا ما تفهم في الانمي لا لا حد يقول زي كذا خلاص الانمي محزن انتو بتشوفوه محزن انا شوفوه محزن يلا امشي معاكم بس بكل صراحة فين ميات احزن من انمي يور نيم يعني فيه يعني لا حد يكذب في ذا الموضوع وفي المركز الثاني عندنا الصوت الصامت طبعا هذا فيلم من جد محزن لا حد يكذب يقول او انا تبعت وما حسيت فيه شي حسيت فراشات لا لا تكذب علينا الفيلم محزن يعني حتطلع دمعتين ولا ثلاثة حرجت انه فيه الطفال يتنمروا على فتاة الصماء يعني انت حرفيا تزيد الطيم بلة يعني هي خلاص متنكبة في الحياة ما تسمى حالة ام حالة بعدين يجيها واحد رسم ربه ويتنمر عليها ما تيجي ترى يعني هديها ما لقيت الا فتاة صماء كان ودت كلمة فيلم الانمي بزيادة بس ما بحرق عليك فتاة عشان لا يفوتك هتدمع كثير وفي المركز الاول عندنا انمي كميت سنويبا طبعا كميت سنويبا مليان بلقطات المحزنة لكن الانمي بشكل عام فيه انميات كثيرة تتفوق عليه يعني ناروتو الحاله يكفي يعني ناروتو حزن كذا باين يعني فيه شخصيه اسمه باين ألم يعني مليان ألم فمن الغريب اني ما نشوفه في المركز الاول ما توقع غلبكم مصدومين من ذا الشي انه ما هو موجود في القائمة فنشوف انه كميت سنويبا ما يستاهل المركز الاول وكان فيه انميات جديرة في ذا المركز اكثر منه فأعطونا رأيكم تحت في الكومنتات عن اكثر انمي ستايل انه يكون في المركز الاول بالنسبة لكم يعني انمي خلاكم تبكو فبتمنى ان اذا مكتنا بيجابكم مشهر ومكتب كل مكان وكم معكم ازام سنباي وهيا سلام